طيب يا دكتور هو اللي التربات دي وراسة ولا نشأة وتربية يعني ايه اسبابها؟ طيب. ايه اللي بيطلع من الشخص للتربة اللي جواه؟ طيب. احنا كلنا يعني الامراض النفسية بواجه عام او سامة الشخصية فيه تلات حاجات اسية. فيه جزء وراسي او جزء جيني. فيه جزء اللي علاقها بالبيئة او التفاعل معها. وفيه جزء من الاسرة. واسر الاسرة ده عندي مهمة جدا لان ده جزء اساسي من اللي خلى النشأة بتاعت او ظهور التربات الشخصية بطريقة قوية جدا في الوقت الاخراني بسبب التربية والنشأة بتاعتنا. فيه مشاكل في النشأة فالنشأة النشأة دي بتقدي الى وجود التربات الشخصية معينة. اوكي. والاسف طبعا ده بيخليهم يعانوا في حياتهم وتقوم في عامل المشاكل وطبعا لا حتى بيجي تجوزوا نجيب اطفال جدان ودخل بقى ايه فبدان بتبقى اصعب كتير. طب معلش حضرتك مرات تبتليش من اه من الاشد خطرا قولها لي بالتصنيف. بس ان ما احنا. للاهدة اللي ممكن التعامل معي يبقى ثالث شوية. بس فان هي الفكرة مفيش اشد واحسب بس نقدر نقول ايه? ان احنا عندنا مسلا كل اللي هو هقول المجموعة اللي هي بيه المجموعة البيه. عندك الشخصية مسلا الشخصية هي عدوة المجتمع. اللي كان زي ما نسموها الشخصية الساكوباتية او الساكوباتية. الشخص ده زكي جدا. الشخص ده ممكن يوصل. ده مرعب. هو مرعب لانه زكي. الفكرة بتاعته في ايه? ان هو يعرف يستخدم زكيه. ممكن يستخدمه. يبقى احسن حدي في الدنيا. ويبقى اسوأ حدي في الدنيا. يعني ممكن يبقى حد مرموك سياسي. نرجل ناجح. استاذ. اي مهنة ناجحة. وممكن يبقى في نفس الوقت حد مجرم او حد اجرم. اه بس بحس الشخصية الساكوباتية فعلا ميالة اكتر للعنف والغريبة. والقدامة الضمير. ما هو دي الحاجة اللي تميزه او حاجة اللي عشان اقدر اقول هزيه الشخصية كده فكرة الضمير. الشخص ده بقاش عنده ضمير اصلا. فكرة الضمير مش موجود. بمعنى مش تيمة. لا هو بيعرف ياخد القرار الصعب عشان ما عندهش فكرة حد يسهب عليه. ضميره ميت. مفيش. بالزبط. فقدت ان انا اقدر اخد قرار اخد قرار قوي او حتى لو فيه بعدها ستتأثر مش هتوجع. لان ده ده قرار الصح. مم. فده بيواز لبعض الشخصيات. بس عيبه طبعا لاستغلب النقطة تانية مسلا لو حد استلم كسرقة كحد ينصب على حد. فبيطلع مشكلة اخر. ايه تاني غير اللي تاكوباتي? ده تاني نقطة اقول بس ده مش اعنف واحد. ده مش اعنف واحد? لا اعنف واحد بيبقى الشخصات النرجسية. لان هو بالنسبالي بيبص ان انا بالنسبالي اعتبر اكني اله. او حد مرمو حد مهم جدا حد قوي جدا. فانت اي حاجة هتقول هالي بتقلي مني فانت يعني اكنك شتامت اه. دي مفازعة بالنسبالي ان النرجسي اسوأ من السايكوباتس. لا هو اسوأ لان فكرة التانية احنا قلنا بيتفتح بالزكاء وممش. المجموعة دي فيهم زكاء وممش. كل حاجة بس الفكرة. ده بيبص فكرة اللي احسن. انا مفروض حد يقدرني. حد مميز. المفروض ناس كلها تهتم الرأي. ناس كلها من الاخر ما بتفهمش. الايجو بتاعك. بالزبط. فانا لو شخص زي كده مديدوش الايجو بتاعه. او بيت انتقده. او اعلق عليه بالزيادة. فابتدي بقى العنف يظهر. وازهر العنف بتاعته اللي اما حاجة دايريكت. اللي اما او حاجة واضحة. اما عنف نفسي بقى. او بالمزاجي عالي. ففكرة ان انا ما فيش عندي يعني ابيض وسود. سخن سائع. فساعة الشخصية دي على قد ما هي جزابة جدا. احنا الشخصية الحدية هنتكلم عنها باستفادة. انا حتى لحضرتك. انا فهمها. شخصية حدية. بس انا بقول بقى اللي يميزها. رغم اللي الشخصية جزابة الناس كتير. لكن تقلبها. صعب جدا. وتعامل الناس معها تبقى دي المشكلة. تيجي الشخصية الهسترية. الشخصية الهسترية بتحب تبقى الناس كلها واخدى بلا منها. الناس كلها بص عليها. انا محور الاضواء. بالزبط. فلما بقى بعيدة عن الاضواء او منها اوضاء. ده سعب ده خاني فيك تقعب. خانيه بحس انا مش وثق في نفسي. طيب. نيجي بالشخصية مسلا. فاحنا كده دول اعتبروا بنسبانها الاقوى او الاصعب شوية. دول الاقوى. اه. نيجي المجموعة اللي هي الجيم او مجموعة سي. المجموعة دي فكرة الشخصية زي الشخصية مسلا الوسوسية. الشخصية مميزة جدا بان هي شخص لو ديته حاجات مسؤولة يمسكها هيل. تفاصيل. بس ده بيمشي بترتيب معين في مخه. واحد اربعة اتنين تلاتة مسلا. لو عكسنا واحد اتنين تلاتة اربعة لا. نفس الطريقة. فيك عيبه ايه ففيش مرونة. الحاجة اكينك موظف. لا اما الختمي مش باقي. الحاجة مش باقي. وده بيخليه بيدعوة طويل اوي في ترتيب الحاجة في التنظيم في التلكيك في التفاصيل. بس بيتطلع حاجة تحتيه بيرفكت. لو انا اعتمدت عزيز الشخصية بتبقى مقم مجتمعات تدبين على الشخصية زي كان.